استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آلنهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس دوان الرئاسة اليوم في قصر الوطن في بوظبي سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن الثاني رئيس الدوان الأميري في دولة قطر الشقيقة وأنقل سعادته في بداية اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ تمين بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلنهيان رئيس الدولة حفظه الله فيما حمله سمو الشيخ منصور بن زايد آلنهيان تحيات صاحب السمو رئيس الدولة إلى أخيه أمير دولة قطر وتمنياته لبلده وشعبه الشقيق بدوام التقدم والازدهار وأبحث سموه وسعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن الثاني خلال اللقاء لعلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين حضر اللقاء عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في ديوان الرئاسة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر